انا سمع فينا احنا اليوم نعرفها انا عرفها انا شيء يجال فيه الله عز وجل ولك انا اكتر الناس لا يعلمون يعني الله صحيح ما تلقى انا مشكلة كبيرة عن بني ادم لانهم لا يعلمون هذه الاشياء اكتر الناس لا يعلمون والله عز وجل قالها في شيء امور مهمة قالها في يعني في مواضيع مهمة جدا خاصة انسان يعرفها وميجلها في القرآن الكريم وكيقول ولكن مؤسف جدا مؤسف ان اكتر الناس لا يعلمون هذه المسألة وهي كينة يقولك الله ربيها دكائنا ولكن اكتر الناس لا يعلمون فما هي هذه الاشياء التي ذكرت في القرآن لهذا الشكل الذي قال فيها الله تعالى ولكن اكتر الناس لا يعلمون من ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فاقم وجهك للدين حنيفا سنة الروم فاقم وجهك للدين حنيفا اي استقم يا محمد استقم انت واتباعك وانت وامتك على هذا الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله اي استقملك وانت 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 ونحن كنش غير فطرة الله التي فطرنا الناس عليها يعني الله عز وجل يقول هنا في هذه الآية راه الدين هذا الإسلام هو الفطرة اللي فطرتنا الناس كلهم عليها يعني كل شي الناس يقبلونه كل شي الناس يقبلوه إلى ما كان عندهم دوافع ما عندهم دوافع شخصية ولا دوافع نفسية ما عندهم شي دوافع تدفعهم لرفضه إلى ما كان تش دافع يدفعهم لرفضه فلأصل أنه مقبول أن هذا الدين الذي يزلت عنكم هو مقبول عند الأنفس ديال الناس مقبول في أنفسهم يعضوذ ذلك أو يسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه يعني المولود ديال النصراني وجيال اليهودي كل ما شباه اللي يك يعلموتي يهوديت والنصراني يعلموه طا نصرانيت والمجوسي يعلموه طا نصرانيت هو غايكم مسلم يعني من غير تدخل من غير تدخل غايكم مسلم ما قالش او يومسلمانه في الحديث ما قالش او يومسلمانه لا هذه النصرانية واليهودية والمجوسية هي طارئة وهنا مش فقط النصرانية والمجوسية وإنما تلأخلاق دي الإنسان وعدم تدين دياله هو لديه أفشعيش هو التأثيرات اللي كتتطر عليه أما هو لو تريك لو ما كنتش حاجة كتطر عليه غايكو المسلم وغي تبق الشرع بي الله سبحانه وتعالى لأن هاد الشرع اللي نزل الله عز وجل يتوافق مع مع الفطرة هذا الإسلام هذا يتوافق مع مع فطرة الإنسان لأنه هو الإسلام اشنو يقول لك يعني علش كيتوافق مع الفطرة بيالك يعني مقبول بالدماغ بالعقل بالدماغ تقبله الإسلام اش يقول لك كي يقول لك الحرام كله الحرام رافي مدره لك حرام كل شيء اللي حرمت عليك راهو فيه المدره تحيده ما شرابك يدر لك سحاد يالك الزينة المخدرات كده هذا الحرام ما تدره مش حي تقيدره لك سحاد يالك صافي مزيانة إذا انت هناك ستجد من الشراب من أجل صحتك والمغدرات والمحرمات كلها منطقي يقول لك هذا الحلال هذا الشيء اللي يقول لك أنا هو حلال هذا الدير وهذا مزيالي مزيالي لصحتك مزيالي لحياتك فهو مقبول بالعقل نعم وكي يقول لك هاد دير اللي أنا قلت لك هاد الصلاة وهاد الصيام واشي الي قلت لك دير أنا قلت لك ديرو إلي درتو أنا عندي دنيا والآخرة كل ها ديالي يعني غلنم لك بدنيا والآخرة أنا أعطيك ذاك شيء اللي بغيت فدنيا حي دنيا ديالي أنا أعطيك ذاك شيء اللي بغيت فده هانطلّا فيك ياك وغنطلّا فيك في الآخرة صافي منطقي و deme شيء منطقي مقبول نعم أنت الله فيك في الدنيا وفي الآخرة ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث له لا يحتسل إذن بالمنطق بالمنطق لنسلم عنك شيء تدخل الدين هذا لها مصلحته بالفطرة نعم الدين كي يقول لك ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق أما الكفار كانوا يقتلوا أولادهم كيف يفكر كيدين الحساب كيل قرسوا ذاك شيء ما اللي اسميته ما غادش يكفيه ذاك الماءونة اللي عنده ذاك الماءونة اللي عنده ما كافية لولاده عنده جوجب لا ثلاثة والتولد الرابع مثلا ولا تولد التالت ولا احين تولد الأول وكي يلقى ذاك الماءونة هذيك الماءونة اللي عنده الخدمة اللي يخدام ما غادش تغطي لها لا لمصاريف ديال هذا هذي لولد ولا هذي لبد فشلو كيدير كيدبحوا يقتلوا الفطرة ترفضوا ذلك ولا لا الفطرة مش الدين مقبول هذا بالعقل بالقلب مقبول لا كيف كيف تقتلوا واحد الروح مادرت لك هوالوما تقتل هكاك ظلما وعذوانا يعني ذاك شيء ما مقبولش في العقل وفي المنطق وفي القلب للإنسان غير مقبول نعم سب الوالدين كبروك حتى وليتكبر وهم اللي تكبرت يتسبوه مرفوض منطقيا عقلا فإذا هذا الدين هو جاء توافق مع الفطرة مع الفطرة يعني ذاك شيء يقول لك كله زوين لك وكيقول لك غير المسلين زوينين يعني وفي المكان شي حاسا خيبة اللي عرفت انت واللي ما عرفت وخمت عرفها يقول لك حيدها إذا هو مقبول فهذا الدين هو فطرة فطرة الله معناه أن من خالف الدين سوف يخالف الفطرة سوف يتناقض مع مع نفسه هذولين كانوا يدفنوا بناتهم حيين يدفنوا البنات حيين وقتلوا الولاد بسبب قلنا الجور وكيدروا شحلية للكوارد وش هو ما متصاد من معاداتهم ولا لا متصاد معاداتهم كيف كيف يدفنوا فلدتك بدين بنته فهو بمخالفته الدين يخالف نفسه يعذب نفسه يعذب نفسه لن يخالف الدين فمن أراد أن لا يعذب نفسه يعذب نفسه عليه باش بالأخذ بهذا الدين لأن هذا الدين متوافق مع النفس متوافق مع نفس الإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها إذا هذا الدين موافق الفطرة اللي قلتها اللي قلتها للناس بالفطرة يقبلونها يقولك تقول يوم هادي الدين يقولك آه زيادة حسنا ديروها ما كيش حاجة في الدين يقولك الله ديرها وتقول الناس ديروها وتجي ما تعجبهم شيء لا كنش يزويه كله مزيان يأمروا بالخير يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكة ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائط فعفيك معواب حل مسألة إذا إذا الله تعالى كيأكد أن هذا الدين هو الفطرة ومن خالف الدين سوف يخالف نفسه فسوف يعذب نفسه هذه المسألة كده هذه الآية وقال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعرف مين شهد القاعدة بأن من خالف الدين سوف يعذب نفسه وبأن الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها وأنه محبوب الدين محبوب لدى النفوس كل شي الناس يقبلونه طيب قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال مسألة خرهنا فهد الآية قال لا تبديل لخلق الله بالك الدين القيم أكد مسألة خرهنا أن هذا الدين هو الدين القيم هو الدين الإلهي هو الدين الذي شرعه الله لعباده هو الدين الإسلام هذه الفطرة وهي دين الإسلام هو الدين المعتمد المعتمد لدى رب العالمين المعتمد لدى الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قيم يعني يأمر بكل ما هو جميل دين يأمر بكل ما هو جميل وينهى عن كل ما هو كل ما هو خبيث ينهى عنه كل ما يضر العلاقات شوف الدين كيف يزدن العلاقات دين الناس إيه العلاقات دروك عبادتنا هنا ده بأي شي حاجة مثلا نديرها أنا مثلا نشتكرهوني انتوما ينهاني الشرع عن ذلك شحال دي الحركة كينية شحال دي الكلام كين يتقل واني خسما نقوله انهاني الشرع الله قال لي ما تقولوش وإلا قلتوا ذكرهوني يقولكم وكل واحد فيكم مأمور بذلك كل واحد فيكم مأمور عن أنه ما يتصرف وما يدير أي حاجة اللي هي يكرهوها الناس نعم الشرع يأمره بذلك يأمره بأن يلتزم وأنه ما يديرتش حاجة اللي تسبب الكراهية بين هو بين أخيه ولما يديرها يتحملش المسؤولية يتحمل العقوبة ويتحمل المسؤولية اللي غد تولد ما ذك التصرف ذك التصرف اللي دار ذيك الكراهية اللي غد تولد عنها غد يتحمل ها هو نعم فدين قيم دين قيم دين رائع دين يقيم العلاقات بين الدول بين العالم الدين يقتب في قوم الناس يصبح عالم كله كشخص واحد يصبح العالم كله شيء واحد لأن الغد턴 كله قال اللي Ωkie كالرجل الواحد الأمة الاسلامية تقول يبحله واحد إلا واحد كيتقلم واحد كيتقلم الناس كلهم مينعسوه ليحيدول aquestالم اله إلا واحد عندهم مشكله كونش الناس مينعسوه ليحيدولimiento Це الإسلام Discwszy لها الناس كشخص واحد. هذا هو هو دين الاسلام. نعم. اما الامور اللي هو نختلف فيها فليست من الاسلام. اللي تختلف فيها الفطرة اصلا. كي يختلفوا فيها الناس. واحد يقولها كا واحد يقولها كا. الفطرة مختلفة هذا ليس من الدين. اما الدين مجمع عليه. الدين مجمع عليه. مقبول لدى النفس. طبعا النفس اللي قلناه ما عنداش تدخل مضغوطة. مضغوطة. من طب ما تشيجيها مثلا. او اللام شد الفلوس. واحد قابل الفلوس باش يقول شي حاجة. هذا ما كان دروس عليه حمار. هذا وقت يتخلص. يغضي الفلوس باش يقول كلام. هذا ما كان تكلمه عليه. كان تكلمه عليه انسان اللي هو سليم. كيتكلم يعني كي ياخد دين كي عبره بالعقل بوحده. عقلا ومنطقا. فالدين مقبول لدى هذا الشخص. كل ما هو شرع مقبول لديه. اما لك انك يشتدو سرعه كما بك ليه يقولك لا. هو هو را. كيتخلص باش يقولك لا. كي ياخد موال باش يقولك لا. نعم. اذا الدين فطرة الله. الاسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى ايضا في اية اخرى في سورة يوسف. قال الله عز وجل والله غالب على امره. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مؤسف جدا ان الناس لا يعلمون ان الله غالب على امره. اي ان الله قد يدير اي حاجة بغيرها هو قدر عليها. اي حاجة بغاها يديرها هو قدر عليها. سبحانه وتعالى. معنا الآية. والله غالب على امره. اي اي شيء يريده هو قادر عليه. سبحانه وتعالى. ما كنش حاجة هو بغاها تكون وما يقدر يديرها. سبحانه وتعالى. ان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. انما قلنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن. فيكون. واذا لم نريده ان نقول له زل فيزول. يعني اخذه عطاء. يعني اخذه كلمة. وعطاؤه كلمة. يقول كلمة صافي ويعطيك اللي اللي بغيت. ويقول كلمة ويزول لك كم لدك شلي عندك. بكلمة. يقول زل صافي. اخذه عطاء. اخذه كلام. وعطاؤه كلام. سبحانه وتعالى. ماشي غا يبدأ يحل السوارة ويحزل الخزائن ويعطيه. ويذير لك وموند. السلعة وتجيب وذلك شما. لا. هو كلام صافي. يقول كن. فيكون. فيصبح الغني يقول يصبح الفقير وغنيا. نعم. ويصبح العقيم له ذرية. ويصبح الهمد لانسان صدح من الماضي. سبحانه وتعالى. والانسان اذا بغالي الله شي حاجة اخرى. كان عنده. يقول زول. كانت عنده. شي حاجة كين عنده. خير ولا شر. لو قل ما بغاها الله يقول لها زول. فتزول. والله غالب على امره. قال لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ان الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم. يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. وهذه من الابور رائعة جدا لله تعالى بغدا نعرفها. لان اذا عرفناها قادتنا الى طريق الله. قادتنا الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قادتنا الى الالتزام بهذا الدين. ان نعلم ان الله على كل شيء قدير. من علم ان الله على كل شيء قدير فانه لا يخالفه سبحانه وتعالى. الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ويا ليتهم يعلمون. واذا علموا ان الله غالب على امره وانه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فانهم سوف يلتجئون اليه وسوف يتوبون اليه وسوف يتبعون هديه وسوف يوحدونه وسوف يحبونه وسوف يعبدونه وسوف يتقربون ايديه سبحانه وتعالى. لان من الفطرة التي ذكرناها قبل قليل من الفطرة ان الانسان يحب القوي. من الفطرة ان الانسان يحب يحب القوي ويكره الضعيف. من فطرة الانسان. يا كلها احتى نصراني اللي الاسلام. نصراني. ما عنده مسلم. ما مسلم ما هو. يحب يتصاحب معه شي واحد قوي. يكون صاحبه. شي واحد ايه? شي ركيزة. خليليه مسلم. لان لاش اخرجت الانساني يحب قلنا الفطرة. اما ده بنتي لا قلناه المسلم تتفكري بطريقة اسلامية. احتدك اللي ما عندهش الاسلام. هدك اش عنده عنده الفطرة. لان الفطرة كينت عنده التهوة. غي يقلبوها ولدي خربقوها ليه. ما الفطرة دي الله. احتضاف كل واحد. الفطرة الانسان كي يحب القوي. يحب يكون مع القوي. لو انت تخيق قليب تخير بينجوجد الناس. واحد ضعيف. كون صاحب هذا. تخير واحد قوي. مع من تكون. مع القوي الفطرة. الفطرة. نعم. ففطرة الانسان اه تميلوا الى القوة. فالله عز وجل. اذا علم الناس انه قوي. اذا علم الناس انه قوي. سوف يعبدونه. سوف يحبونه. سوف يلتجون اليه. سوف يأتون اليه. ما يقول لك اش بقاش قال انها ربي. لو تيقن الناس. لو يكون عنده يقين. لانه غالب. سبحانه وتعالى. وان ما شاء كان. وما لم يشع لم يكن. ولا مانع لما اعطى. ولا معطي لما منع. سبحانه وتعالى. لو علم الناس هذا تيقنوا منهم. ايبو يبجي. انا اش قال الله. اش قالنا الله. ما قال ربي قوي إلا خالفنا غادي عقبنا هنا ولا ما قدر إحنا على على قوته نعم شوف لإنسان مثلا حيث كي لدي عايش شاركة ولا يأسس شي حجفة ايش شاركة ولا كي يقول لي القوانين اللي خسن مسايني مخسن ديرها رجل مراقبة غا تجي كادا غا تجي خسن عرف المسايني مخسي تكون من ديرها لأن عارفها دقي عقوب يؤمن بقوتهم يؤمن أنهم أقوياء وأنهم غادي ينزلوا عليهم لما آمن بذلك شيء كي قلت اللي رحم والديك من دروك اللي رحم والديك من دروك قل لي المسايني مخسن تكون عندي المخسن ديرها القوانين اللي اللي يسميته مخسن خالف أقول هاليا باش مية أنا مقدع لا مش هكي ياك لو علم الناس أن الله قوي سبحانه وتعالى وأن الله غالب على أمره ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير لا فعله مثل هذا أي شو هم يقول لك قل لنا اش قلت سي ترضي اش بغى من الله واش ما بغى مش نزلتك شيء اللي بغى ربعت قل لاللي ما بغى وهذا شر لله في القرآن كما قلنا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى يخرج من لا شيء كل شيء من لا شيء كل شيء من والو وبيخضع القوانين أمور الله تعالى ما تخدع القوانين إذا الشيء الأمر كان مريم عليه السلام مريم عليه السلام ما عندها رجل هو ولدت كيف كون ولدت بكون قال كونسا فيكن سيدنا عيسى سبحان الله وصيدنا إبراهيم كان في بدي الأمر ما عنده ولاد توصل عن تمامين سنة ما عنده ولاد نهار بغى الله قال كون فكان إسماعيل ويعقوب إسماعيل ويسحاق خوب نعم فالله تعالى سيدنا إبراهيم هو تلح في النار النار قد تحرق قال الله حيد حيد لا لإحرق حيد هذه الخاصية اللي إحرق قلنا يا نار وكوني بردا وسلاما على إبراهيم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى سيدنا يوسف لحه خطف البير في الجب لحه في الجب على أساس صفي ينتهي يموت وينتهي الأمر دياله كان صغير لا حول له ولا قوة فأراده الله ملكا فصار ملكا على مصر هم أبغوه قتيل لكن الله أبغاه ملك فكان ملكا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكان سيدنا سيدنا موسى في قصر فرعون في قصر فرعون ضعيف جيجيكس غيور بحرات زاد نعم يلا تزاد وضعيف لا حول له ولا قوة قدم ملك قدم واحد لملك يعتبر نفسه الله يعتبر نفسه هو الله قال أنا ربكم أنا ربكم الأعلى هو فرعون وهذا كان جيجيكس غيور يعني ملك ملك يقول هو الله زيوش واشياء كتيرة هائلة. قدام واحد اللي بجي جيك صغيره. يعني اه. وهو يقلب عليه. هدك الملك يقلب على ذك الدري. يقلب على هدك. على موسى عليه السلام. لان قالوا لي هنا هو واحد الولد من بني اسرائيل. فهو اللي قد ينهي لك الحياة دي الكافر عون. دوك الصحراء ديره ودوك الموش عويدين دكش. او بعض الرؤى في المنام. شافوا دكش في المنام. بعض الرؤى. وقد تصدق رؤية الكافر. فكي يقلب عليه فرعون. وكي يقلب عليه. يبحثوا عنه من اللي كي يقلب عليه. قال ما قتلنا انا قاع ولاد بني اسرائيل كل شي قاع. انتهي لنا قاعنا بهذه المشكلة. ما عنده مشكلة. قال هاد ولاد بني اسرائيل قاع. يكوه بقي ما تولد. قال له اه ماذا ما تولد. قال لي مسافي قاع لي تولد يحين. قاع لي تولد نحيدهم. سافي. ومشكلة مسألة هكا. واحد مو ود من الزمن. اللي ولدت شي 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 وليد كتسلموا الجيش الفرعوني. كتسلموا الجيش الفرعوني. نعم. سافي سلموا. ولا ما سلمته. يجب الله شي وحدة شي مرأة. دبضت عند هالولد وما سلمته. للصرخات المعنية. اشي وقع لها. كي قتلوها هي ويا. كي قتلوها يجب الله. قلصت شد ولدها. تدخلوا عليها مثلا. ولا جرت شي شي تبريقيقة ولا شي حاجا. ولا هذي. يجب الله هي الضبطت. ان عندها ولدها وما مسلمة للسلطات. كي قتلوها هي ولدها. ما اي مرأة كتولد لولد كتقلبه ولد. الى كان ولد كتسلمه. الجيش الفرعوني. صافي قد هي بديها. تعطي اليوم يقتلوه. قلص يضرب في القرآن يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. يخليها النئنات صفي ولا يخلي. علش كي دينش كل شي. قلك بش ينجاه هو من هذك الولد اللي غادي يكون سبب نهاية حياته. فرعون. هكذا يقول فرعون. بش ينجم سيد نموسى يعني. المقصود. نهر تزد سيد نموسى تزد في هذة الارض. تزد في هذة الارض اللي هي ارب مصر. ياك كان ممكن سيد نموسى تزد في شي بالادخرة قاعد. ويبقى تمت يكبر ويجي. ولكن ربي بغي يورينا انه غالب على امره سبحانه وتعالى. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال لك رب الله هذة كموسى غايتولد هنا نيت. هنا نيت. تحت هذة الحكم الفرعوني. وغلس جيه. انتم ما شوفوا. باش دلوا فيها اتقى. لعلكم تدوا اتقوا فيها. اتقوا في ذلك شي اللي بتليكم انا رب العالمين. زاد سيدنا موسى تنبا. واش دار سيدنا ربي ما زال. قال الامو لحيف. ديني فشحة الصدق. ولحيف اليمن في الواد. ولحته في الواد. ولوده للقصر. ربي امر هذك اليمن. ادي للقصر. كان ممكن. تاني من اللي قاعد تزاد تنبا. من يتلوح في الواد يمشي لشي بلد بعيدة. لبشي لفلسطين ومشي بلد وخرى بعيدة. تكبرت الموجي هالشي زع ما ما بيهوال ومزيانة. لكن قال لك ربي لديها عند رجليها. لديها عند فرعون وما يدير ليهوالو. باش تعرفوا انا انا ملشي. باش تعرفوا انتم امم اللي تقرأ عليكم هاد القصة وتفصرها تعرفوها. تعرفوا اني انا. انا الملك. انا القوي. انا الذي افعل ما اشى. وادبر احكامي سبحانه وتعالى. الدهل اللي عنده. لقاوا حلوا الصندوق. لقوا فيه وليد صغير. جاء للخسر. لما شفتو مرض فرعون. شفت الوليد صغير غاد يبين المدبحة. غاد يدبحون. لنه ول. فلما رأته شكل اجابة آآ زوجة فرعون فلك الساعة شكل اجابة. فهذه كان اللحظة بالضبط وما غاد يبين المدبحة. كانوا ممكن تعطل شوية. تلقت معهم غاد ينبيه قلت لي ملتي يشوف شافته. لما شافته. قال لي سيدا ربي في القرآن وهو يحكي القصة. في سورة طه قال لي وقيت عليك محبة مني. وقيت عليك محبة مني. سبحان الله. ها هي ها هي. لما شافتك زوجة فرعون. صاف. محباتك لم تطق. لم تطق ان تسلمك. وقيته. حت كي من على سيدنا موسى بك شيدرت ليك. في سورة طه. قال لي وقيت عليك محبة مني. ولي تصنعها على عيني. شافتوا قتلهم لا. صورة اخرى. اه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا. قالت الرجل ها فرعون. الله دياله. قتله قتله يا فرعون. هاد الولد. ان شاء الله يكون قرة عين لي ولك. يكون هو الفرحة ديالي وديالك. لان زوجة فرعون هي مسلمة. هي مؤمنة. قتله هذا. يكون ان شاء الله قرة عين لي ولك. لا تقتلوه. قال لها فرعون. يكون قرة غضبه. ومبغاش هاد الحكم يستثنى. هاد الحكم اللي يخرجه. هو دي اللي بتقتل جميع الذكور. ما بغاش يستثنى ولا واحد. خايف. فرعون. فلما غلبته هاد ما غمرته وغلبته وقالت لي هاد اسميته ومبغاش رديها الطلب. بها دك الغضب. قال لي ها قرة عين اللي كانت يا حيدي يالله بديه. يفرحك عنتي يا مرخص لي والوانا. مما قال وا بذلك كن عسكت من ثلث. كن عسكت. كن عسكت له هاداه الله. كن سكت كن هداه الله. سبحانه وتعالى. ولذلك ان البلا موكل بالمنطقي. الكلام اللي كان ثم نقول لهم عنده مدلولات في المستقبل وعنده مدلولات حتى في الاخرة. عنده مدلولات الكلام اللي كانت قولون ولكن رمضان ما یرا لانتش حاد دروس كان كنعوميه وكاتتكلم初. كين يجييوا واحد لموضوع. هاد الكلام اللي تقولوا هذا القيه درس. الكلام لك تقول انت عكت هدرا. محنة عاش عصبك شي واحد يقول شي هدرا تخرج هي هذي. تكون كيما قلت انت. ذاك شي اللي قلت ميزد عليك ربي ولو. اذا معناه ضبط لسانك. ما تقول ولو. الا خيرا. ذاك اللي عارف هذا شي يكون شي. واعلم الله كل شي. ما هو رسول الله. اش قال لينا. تلخص ذاك شي كامل. ولكن قليك صدقوني. محمد صلى الله عليه وسلم شو صيرو. وبحل ما بلت لكم ولو. صدقوني. قال لكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. خيرا. صافوا. لانها غالبا يكون. لك شي قلت كي يكون. قرة عين لي ولك. قال ليها قرة عين لك عنتي يا. وقد حصل هاد القصص هاد القصص هاد المسائل حتى علميا الان. في علم الطاقة البشرية. علم التنمية البشرية. انه الكلام عنده مدلولات. وعنده عنده تأثير على مستقبل الانسان. الكلام هو ليك شيء يقول. ليك شيء يقول. عنده تأثير على مستقبله. ليس المتفائل. كلام هو زوين. اقول لك ان شاء الله. عام الجاي تكون قد يزينها. القد يبي خير. كيدان ونك بيخيروا على خير. الحمد لله. فضل الله عز وجل. ربي غاد يسر. اخكينو الأزمة بغدت يسر الأمور. كلام هو زوين. هذا الله تعالى يفتح عليه. الله تعالى يجيب ليه. كما قاله هو. هو اللي قالها. قال لك الخير غاد يجي ان شاء الله. الخير جاي مازال. فزي اللقط. ان شاء الله. كلامه زين. هكي يكون. في حقه. هو. وذلك اللي دماء هو. يتشكى. وتعلم. وقضي ينبورية. هو مريض ويمرض الناس. تسمع الكلام تعوته مرض. فالأيسان اللي يكون هكذا. هذا يؤثر على حياته هو. هكي يكون حياته كما يقول. كيف يقول هو. سبحان الله. مواما. شي واحد يحكونا. أنا ما عرفتهش. عن نفين زقال. ولكن قافضي. لو نقول نسمي الناس يكي يمكن لكم يعرفه. المهم شي واحد مات الله الرحمه. الله يوسع عليه. الله جعله منها للجنة. احنا بينا لليس جنة. احنا بينا لتوحد يتعدى في جهنب. غير قالوا هالي الناس اللي عايشوا معها. قال ما مطي. قال لك الوقف يسولته. اللي سول له أي واحد معروف هبها هو. اللي سولة يقول كده. لقلته ويقول الكيالوين. لماذا قال لي شيء هذا؟ هذا ما يقول له كيلوي عايش من مسخ هذا السيد لم مسخ ومات من مسخ ونهار مات من مسخ مئة في المسخ سبحان الله هو الذي قالها يكما زلت عليها ربي ولو قالها و الذي قال لك كيلوي قال هكك تعيش فيه تتموت هذا الذي قلتها قل كلام جميل نعم هذا كلام يطول في هذا الباب حتى علميا لان يعني دركوه العلماء لان العلم اللي هي حقيقة اللي هي في القرآن تلقى الواقع يؤيدها المهم قال لها قرة عيني اللي كنتي بركة حين عليها الله فهداها الله سبحانه وتعالى وهي ظهر في الجنة امرأة فرعون رب مني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم ظالمين فهي في الجنة المهم فبقى معاها شوف سيد ربيش ندار تولد سيدنا موسى تماما ذاك اللي غادي يقتله وجابوا له القصر وعاش معاها في القصر قال لك اي مكلة طيبة ها فرعون بياكل ها ياكل منها سيدنا موسى كي ياكل معاهم كون شي قتلههم بني المصريين كامل يقتلهم دبحهم ياكل قتلهم كلهم إلا هادك اللي غا يقتله شفت باش بيين لك ربيك فاش اللي عد على هادك المخير فينا ذاك اللي قوي فينا ذاك اللي كيقول مع رسوله هو الله قال من كترة قوته كيف العد عليه سيدة ربي يقول لي انتنا ما عرفه وكيقول لي نحنا لم خير فيكم ما عرفتها حاجة بهذا القصة هذي كيقولوا لم خير فيكم القوي فيكم ذاك اللي قالك ما عرف في ما وصلت في الدنيا ما عرف هو المسكين ها هو قتلهم كاملين إلا ذاك اللي غا يقتله جابوا ياكل معاهم فيما طيبوا للخدم شي حاجة شي ما كنا زوينة شي حاجة على الله ديالهم الله ديالهم فرعون كي ياكل منها سيدنا موسى والتيش بعد والحرص اللي كي يحرص هذاك الله اللي هو فرعون ديالهم لالله يحتاج حرص هذاك الحرص اللي يحرص فرعون هو يحرص موسى نفس الحرص جعلوا معاه دائرة الأمنية المصغرة ديال فرعون فيها موسى عليه السلام يحرصه باش ميقع لي تاهزة شفت شفت الدردقي باش دير سبحانه وتعالى حتى وصل الاربعين عام ولما بلغ أشدهو آتيناه حكما وعلماء وحالي الله سبحانه وتعالى بعد كبرت امه وحالي سيدنا موسى سبحانه وتعالى وكانت القصة اللي كنتعرفوها كاملين لما نعودوها ليكم القصة ديال سيدنا موسى مع فرعون في السيدنا موسى في القصة ديالة العون وهذا كل شيقة لهم قال يقلب على هذا اللي هو عنده سبحان الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى لو علم الناس مدى قدرة الله ومدى قوة الله سبحانه وتعالى ومدى مدى يمكن أن يفعله الله بأي شخص بأي إنسان لا توكل الناس على ربهم وللجأ الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى Don't inhale ولنّابوا إليه ولتابوا إليه وللجأوا إليه لأن كما قلنا بالفطرة الناس يحبون القوي فإذا علم الناس أن القوي الوحيد هو الله ولا قوية إلا الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير قادر على أن يغنيكم سبحانه وتعالى فقير قادر على أن يغنيك انت مريد قادر أي شافيك انت مزج ووجما عندك أُلدا أَتلات قادر سيد ربي ارتكلم لديدات انت عندك مشاكل مع المالين الضار مع المرأة مشاكل كبيرة قادر ربي سويا ذلك سبحانه وتعالى ونبقى نكشي صبح من صبح في خبري كان صبح نكشي من الماضي انت ممزوجة قادر ربي سرلك ما يدور لعمتك تتزوج نعم وانت كذلك والآخر الله سبحانه وتعالى على حل مشاكلنا جميعا سبحانه وتعالى جميع مشاكلنا الله قادر عليها سبحانه وتعالى يحلها باش هو سهل عنه دكش لان بعض الناس يطلبون الله وكي حسن ما يعدبون يطلبون الله كي حسن ما يعدبون حلق يطلبني انا ويتعدبوا سيد ربي ويزيد لا الله عز وجل هو عطاؤه ينبقى يعطيك كلام كلام كي يقولوا هو كلام كي يقول كون صاف وانه صلى الله العاخية وخصنا نبعدوا على الدنوب سيد ربي ونبعدوا على الشركة بعدنا على الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لان الأخذ دياله اللي بغي يأخذ بشي حاجة إلا بيأخذ مش كانت عندك شي حاجة بغي يحيد هالك كلام ما يشي شي حاجة أخرى كلام كنت صحيح بيحيد لك الصحة كنت صحيح بيحيد هالك قدر الله شاء أنك تعيش بقية عمرك ما شاء الله بشي حالة يقول زل صاف صاف لك لم تدير تعدب طوال حياتك عندك فلوس ربي صافي قرر أنه نتيجة شي شي حاجة قرر سيد ربي حيده منك تعيش فقير بقية عمرك سبحانه وتعالى زل يعني ذلك اللي تدري تنتاو ذلك الحطيات كاملة تدري تفحيات كلها لا تسمن ولا تغني من جوع كما أن الحطيات اللي تدريها فرعون اللي هو شي حاجة كبيرة من مقياس البشري ما أغنت عنه ما أغنت عنه شيئا حتى انتهاء الحطيات ما تغني عنك شيئا يعني جميع أمورنا بيد الله سبحانه وتعالى إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى كل شيء قدير أي حجب غيرها عنده وأي حجب خفن منها عنده يقدر يحكمها فحيدة نحن خايف من الأمراض الأمراض كل شيء بيد الله الأمراض كاملة كاملة بيد الله ما كينش مرض كي يجل من هذا ما شاهد الله كي يجل شيء شيء مرضى كالدوز وما كيشوفها ما كينش يعني جميع الأمراض بيد الله والدليل وإن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو جميع الأمراض عنده ولنزل شي مرض ما كن لغي يحيده إلا هو سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو والعافية أنت بغيت العافية 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 دي السعودية evites bus 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 bus� bus 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 النار. هذي يكسميه هالنار. غير احنا بلش كيفية استقبلها العافية لان العافية هي هي شفاء تقريبا من كل داء تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم شار لها في الحديد. ويكرهها. كي يكرهها لكي. لكي. واخر الدواء الكي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكرهه لكي. قال ان كان في شيء ان كان شيء من من علاج دي لكم. شيء حاجة من الامور لكي تتعالج بها في هالدواء. ففي شرطة محجن. وفي قال النبي صلى الله سلم. وفي شربة عسل. وفي وكية بينار. شرطة بمحجن. او شربة عسل. او كي بينار. واكره الكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من العافية. يعني الليكوة يعافيه الله. العافية كتكتل اي حاجة. نعم. الكي. فاحنا تمني جابو ديك القادة هي دي العافية. كي بزعمل العافية هذه العافية. بلاتين دي لك العافية. العافية يعني تعافى وتشافها صافي. نتم من يسقولها العافية. اما هي ضب. يعني العافية? العافية هي النار تحرق. العافية هي السلامة. اذا العافية بيد من? العافية عند الله. سبحانه وتعالى. سلامتكم بيد الله. تسلمون. تسلمون. هذا بيد الله. باش تسلموا. هذا عند الله. من يملكه الله? سبحانه وتعالى. اذا نبغي نسلموا ماذا نفعل? نصالحوا معمول السلامة. نصالحوا معمول العافية. هو الله سبحانه وتعالى ونطبقوه شرع دياله سبحانه وتعالى حيث هو اللعافية. سبحان ومعندو العافية. ما عندو العافية. وما عندو السلامة وما عندو الرزق. وما وما عنده المنع وما عنده الشفاء وما عنده النفع وما عنده الضر وما يملك حتى حاجة لنفسه فكيف يملكوا لك؟ ما عنده التحاجة وهذه الأشياء المهمة جداً أن تطيع الله في كل شيء ولا تطيع في الله أي أحد ما تطيع بصيدة ربي شيء واحد يقول لك هو أقع ما تصلي انت هش هل تصت لاش يدير بها الله قال لك صلي يا وجه أقع ما تصلي ما تطيع لك؟ تطيع الله ما تطيع هذاك في الله وأنت ربي خلقك ودار ديك شو حال دي أسميته و ізو ليوقذا كل شي دي ل Lore جينتا تسمع لواحد أخر في الله سبحانه وتعالى أولا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبدا أطيع الله في كل شيء وفي كل أحد وفي كل أحوالك ولا تطيع في الله أي أحد إلا ما حربك إلا الذي حربك على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فأطيعه نعم أما تخالف الله عز وجل لكي تردي شيء يجيها أو أي شخص يكان فهذا من الأشياء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى إذن الشاهد عندنا هو والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس كيف أشكد الله بطريقة مؤسفة يعني قال لك طريقة مؤسفة قلت سمعها يعني ربي طريقة مؤسفة قال لك مؤسف جدا أنهم لا يعلمون أن الناس ما يعلمون أني على كل شيء قدير وأني غالب على أمري وأن اللي بغيتها تكون وأن اللي بغيتها ما تكونش قال لك الناس ما عارفينش هل الشيء صورة يوسف والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نكمل إن شاء الله غدا بحول الله صلى الله عليه ورحمنا سبحانه ربي رب العزيزي تعامل يصفونه والسلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله